معنا من هيروشيما مفدنا عماد الأطرش عماد لو تطلعنا أكثر على أبرز ما جاء في اليوم الختامي لاجتماع قمة مجموعة السبع وآخر مستجداتها نعم عيسى كما ذكرت تماما اليوم هو اليوم الأخير لهذه القمة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام هنا في مدينة هيروشيما من المفترض بعد قليل عيسى بعد نحو ربع ساعة من الآن أن يعقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ما جرى الاتفاق عليه بشأن هذه القمة المؤتمر سيعقده في حديقة السلام في قاعة خصصة أيضا لتخليد ذكرى قنبلة هيروشيما صباحا كان هناك اجتماعان الأول خصصة لأوكرانيا شارك فيه رئيس دزلينسكي مع قادة دول السبع وبعد ذلك كان هناك اجتماع موسع أيضا خصصة لأوكرانيا شارك فيه دزلينسكي ورؤساء وقادة دول مجموعة السبع بالإضافة إلى قادة ورؤساء ورؤساء وزراء الدول التي دعيت للمشاركة خاصة الهند البرازيل اندونيسيا جزر القمر لتمثيلها القارة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي كوريا الجنوبية إذن هذا الصباح كان مخصصا لأوكرانيا بعد قليل كما ذكرنا مؤتمر صحفي الكيشيدا وبعد ذلك أيضا الرئيس بايدن سيعقد لقاء مع الصحفيين لكنه خصص فقط للوفد الإعلامي المرافق للرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة اليابانية تنهي اليوم أعمالها في هذه القمة بعد ذلك تنتقل الرئاسة إلى إيطاليا التي تستمر لسنة كاملة ستكون فيما بعد طبعا نشاطات عديدة وقمة أخرى في إيطاليا خلال الرئاسة الإيطالية إذن اليوم بعد ذلك أدن عند السابعة والربع الثانية والربع بتوقيت أبو ظبي هناك مؤتمر صحفي للرئيس زلينسكي طبعا سيحضره عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الذين وفدوا من كافة أنحاء العالم لتغطية أعمال هذه القمة في مدينة هيروشيما عيسى نعم مرسلنا أو مفادنا من هيروشيما عماد الأطرش شكرا جزيلا لك